بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الرابعة والأخيرة من ورشة كتابة وتصميم السيارة الذاتية في هذه الورشة رح نتعلم كيفية تصميم بعض الأفكار بواصلة برنامج وورد هذه المحاضرة هي جزء ثاني من الجزء العملي وفي الجزء الأول تناولنا تصميم سيارة ذاتية احترافية في هذا الجزء رح نتناول بعض الأفكار حتى تكون عندنا رصيد معرفي وفني لنشاء سيارة ذاتية احترافية لو بحثنا في الانترنت مثلا CV Design الكثير من الأفكار الجميلة والبسيطة في نفس الوقت مثلا هذه الفكرة فكرة أنيقة وسهلة ورح نتعلم الشون ننشأ هذه الفكرة بواصلة برنامج وورد بداية نصغر العمل أو نصغر صفحة العمل ومن إدراج أشكال نضيف الشكل المستطيل ونحاول نرسم هذا الشكل بهالثلث الأول من الصفحة على اليمين باعتبار أنه لسيف عربي ونحاول أنه الشكل يكون أكبر من الصفحة الخطوة التالية هي تحديد الشكل ومن تنسيق ومن تعبئة الشكل نختار مثلا هذا اللون ومن المخطط التفصيلي نختار بلا مخطط تفصيلي الخطوة التالية نحدد الشكل ومن التعبئة نختار مثلا تدرج ونختار في الأسفل تدرجات إضافية ونختار تعبئة النقش بعدها نختار هذه الأشكال مثلا هذا الشكل ونختار أنه لون الخلفية يكون بهذا اللون اللي هو اللون الأزرق واللون الأمامي ممكن أن نختار لون فاتح مثلا هذا السماء فاتح ممكن أو ممكن نختار هذا النقش واللون الأمامي ممكن أن يكون في هذا اللون ممكن هذا اللون يكون جميل الخطوة التالية إغلاق أصبح عندنا هذا التشطيب اللي ينطي رونق جميل للشكل الخطوة التالية من إدراج أشكال ونختار مثلا هذا الشكل ونرسم الشكل في هالمكان بعدها نحدد الشكل ومن تنسيق نختار استدارة ومن ثم استدارة أفقية بعدها نختار مكان لهذا الشكل وليكن هذا المكان ونحاول توسعة الشكل بحيث بداية المثلث تكون في نهاية الشكل المستطيل بعدها من تعبئة الشكل نختار مثلا نختار مثلا هذا اللون أو نختار هذا اللون نفسه ونرجع من تعبئة الشكل المزيد من ألوان التعبئة ونحاول شوي نزيد بالدرجة اللونية إلى الأسفل موافق بعدها من المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي جيد جدا طبعا ممكن نضيفة لمسة بسيطة من خلال أشكال إدراج أشكال من خلال إدراج أشكال ونختار هذا الشكل ويفضل أنه نكبر حجم الصفحة ومثلا نرسم طبعا نرسم هذا الشكل ويفضل نضغط شفت ويفضل نضغط شفت حتى الخط يكون مستقيم طبعا بعدها من المخطط التفصيلي نختار مثلا هذا الشكل هذا اللون ومن المخطط التفصيلي أيضا الوزن نختار مثلا واحد ونص طبعا شفنا أنه المكان بعيد ممكن أنه يكون أقرب الخطوة التالية نحاول استنساخ هذا الخط حتى يتناسب ويه التصميم من نسخ لصق وطبعا هذا الشكل تكون بدايته ويه نهاية الخط بالأعلى ونحاول إمالته ويه السهم أيضا نسخ لصق ونحاول جيد الخطوة التالية هذا الشكل نسخ لصق جميل بعد ما عملنا الجزء في الأعلى نعمل الجزء الثاني في الأسفل وليكن استنسخ الأشكال طبعا حتى نحدد مجموعة أشكال نحدد الشكل الأول ونضغط شفت ونحدد الشكل الثاني طبعا مع الاستمرار بضغط شفت الخطة الثالث والرابع وطبعا أيضا مع الاستمرار بلمفتاح شفت ونحدد هذا الشكل المثلث ونستنسخ نسخ لصق ونخليه في الأسفل مع الاستمرار هذا الخط حتى طبعا نضغط شفت طبعا نفضل تكبير الصفحة وهذا الخط نقوم بمسحه واستمرار الخط في الأسفل مع استمرار الخط في الأسفل أيضا جميل أصبح عندنا هذه الفكرة فكرة جميلة وبسيطة في نفس الوقت طبعا نقدر نغير الألوان نقدر نغير التشطيبات نقدر هذه الخطوط تكون يعني تكون خطوط منقطة طبعا قريب على هذا الشكل ولكن هذا الشكل إنجليزي فيما يخص بقية الأشكال سهلة وبسيطة هذه الدائرة وهذا شكل مستطيل وهذه مجموعة خطوط ومربعات نص نأخذ فكرة ثانية ممكن هذه هذه الفكرة فكرة جميلة وأنيقة في نفس الوقت نحاول نرسمها الفكرة إدراج مربع أو إدراج شكل مربع ونحاول بتوسيط الورقة ومثل ما تعلمنا بالخطوات السابقة اللون يكون اللون مثلا هذا اللون المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي بعدها هذا الشكل من الصفحة الرئيسية نسخ لصر نحاول استنساخه ونضعه في هذا المكان و ممكن أنه نصغر حجمه إلى المنتصف جيد بعدها من تنسيق تعبئة الشكل نختار هذا الشكل ممكن أنه إذا شفنا هذا اللون غامق ممكن من المزيد من ألوان بتعبئة ممكن شوية نقل من عتمة هذا اللون موافق بعدها نفس هذا الشكل من الصفحة الرئيسية نسخ لصر نستنسخ هذا الشكل جيد ومن تنسيق تعبئة الشكل نختار مثلا هذا اللون ممكن هذا اللون فيما يخص الصورة فيما يخص الصورة ممكن أنه هذا اللون يعني ممكن يكون أفتح من تعبئة الشكل جيد فيما يخص هذه الصورة كيف هكذا أفكار طبعا نحاول تكبير الصورة من إدراج مثلا إدراج شكل مربع ونرسم هذا الشكل المربع يفضل أن نضغط شفت حتى المربع يكون متساوي الأضلاع ومن تعبئة الشكل صورة مثلا نختار أي صورة وليكن هذه الصورة جيد طبعا هنا يفضل يعني اختار الصورة الشخصية أنا مثلا راح أضع هذه الصورة الخطوة التالية إدراج شكل مربع ونحاول أن نرسم مربع مع الاستمرار على الضغط على المفتاح شفت وليكن هذا المربع وارسال إلى الخلف طبعا من تنسيق رسال إلى الخلف حتى يكون خلف المربع الصورة وممكن أنه نحاول تصغير الأضلاع ومن تعبئة الشكل بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي ممكن أن يكون اللون الأسود أو هذا اللون ممكن أنه مغير شوي بالتصميم من الشرط نختار مثلا هذا الشكل يكون أجمل ممكن من الوزن نختار مثلا واحد ونص هذا الشكل صورة ممكن من المخطط التفصيلي أيضا نختار هذا اللون أصبح عندنا هذا التصميم الجميل طبعا فيما يخص بقية النصوص عبارة عن مربعات نص بسيطة جدا وسهلة وإن شاء الله يعني صارت لكم واضحة نأخذ فكرة أخرى مثلا هذه الفكرة رغم أنه بسيطة ولكن جميلة يعني ممكن نتعلم شون ننشئها طبعا من تخطيط الصفحة لون الصفحة نختار هذا اللون ومن ثم إدراج مثلا أشكال ونضيف هذا الشكل ويكون في هالمكان في هالجزء مثلا ومن المخطط التفصيلي ممكن أن يكون بلا مخطط تفصيلي ومن التعبئة ممكن نختار هذه التعبئة وأصبح عندنا هذا الإطار الجميل توجد بعض الأفكار يعني مثلا ممكن أنه نضيف دائرة صغيرة هذه الدائرة في هالمنطقة مثلا وممكن هاي الدائرة تكون التعبئة ممكن يكون مثلا أحمر والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي وممكن من إدراج شكل نضيف شكل والشكل يكون مثلا بها المكان ومن المخطط التفصيلي الوزن نختار مثلا هذا الوزن ممكن أنه نصعد الشكل إلى الأعلى وممكن أنه اللون يكون بنفس لون الدائرة وإدراج مربع ناص مربع ناص ونكتب في هذه الدائرة المعلومات الشخصية مثلا طبعا ممكن أنه نكبر حجم الخط وممكن أنه يكون bold وممكن أيضا نختار اللون هذا فقط للعنوان طبعا مثلا ما قلنا أنه اللون الأحمر يعني لا يفضل أن يكون بالكتابة المعلومات الشخصية ولكن فقط في العناوين طبعا من طبعا نحدد الشكل ومن تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة المخطط التفصيلي بلا مخطط التفصيلي ممكن تكون في هالمكان وممكن في هذا الجزء ندرج البيانات الشخصية طبعا ممكن أن مثل ما تعلمنا من تعبئة الشكل بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط التفصيلي ونقدر أيضا bold ونكبر حجم الخط طبعا نقدر هذا الجزء نستنسخ نحدد الشكل الأول وشيف نحدد الجزء الثاني من الصفحة الرئيسية نسخ لصق ويكون في هذا الجزء وممكن نغير الألوان من تعبئة الشكل ممكن نختار مثلا ممكن يكون ممكن هذا اللون أو ممكن يكون لون برتقالي مثلا أو هذا اللون البرتقالي و من المخطط التفصيلي أيضا هذا اللون البرتقالي وممكن أنه هذا المربع النص نسخ لصق ممكن أن يكون خاص ب مثلا الشهادات الحاصل عليها وهكذا نقدر نستمر يعني بيع الأشكال بيع الاستنساخ شفت ونحدد الجزء الثاني ونسخ لصق وممكن أنه نخلي بها المكان وممكن من تنسيق من تعبئة الشكل ممكن أن يكون أخضر هذا اللون الأخضر ممكن ممكن أن يكون هذا اللون الأخضر ممكن أنه شفنا اللون الأخضر ما عجبنا مزيد من ألوان التعبئة ممكن شوي نزيد بالعتمة ممكن هذا الشكل أيضا من المخطط التفصيلي ونختار هذا اللون وممكن من الصفحة الرئيسية نسخ لصق ممكن أن تكون الخبرات والمهارات وممكن أن نغير الألوان ممكن هذا الشكل يكون لون من الصفحة الرئيسية نختار هذا اللون مثلا هذا اللون والخبرات نختار مثلا اللون الأخضر اللي حددنا قبل شوي وهكذا نكمل بقية السي في أو السيرة الذاتية ومثل ما تلاحظون صار عندنا شكل جميل ورونق أنيق نختار فكرة أخرى أخيرة باعتبار أن الأفكار بسيطة مثلا هذه الأفكار اللي هي النسبة المعوية طبعا فكرة جميلة جدا طبعا هذه الفكرة تستخدم كثيرا في المهارات مثلا من إدراج مربع ناس مثلا من ضمن المهارات المهارات مثلا وممكن أنه من الصفحة الرئيسية نكبر حجم الخط بولد مثلا من ضمن المهارات التصميم بالفوتوشوب ممكن حتى أكتب النسبة النسبة رح تكون عبارة عن شكل آيكون عبارة عن شكل طبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي من إدراج نضيف هذه الأشكال مثلا على شكل مربعات مثلا وطبعا هذه المربعات رح نختار لها مثلا لون رمادي ولون المخطط التفصيلي ممكن أن يكون أسود أو لون رصاصي ومن الوزن ممكن أن يكون واحد نقطة جميل طبعا نكبر حجم الورقة نكبر حجم الورقة ومن الصفحة الرئيسية طبعا نضغط على المفتاح Control والمفتاح Shift مفتاح Control وShift ونستنسخ طبعا Control وShift ونستنسخ وأيضا نضغط على المفتاح Shift نحدد الشكل الثاني نرجع Control وShift ونستنسخ Control وShift ونكمل بقية الاستنساخات مثلا من عشرة نضيف عشرة مربعات طبعا هسا الفكرة شنو الفكرة انه تغير المربعات حسب النسبة اللي انت تملكها يعني مثلا خبرتك بالتصميم بالفوتو شو شقد من عشرة شقد تقيم نفسك من عشرة خلي نقول مثلا 70% 70% من عشرة يعني 7 تجي تحسب 7 مربعات طبعا واحد مربع الأول Shift تحدد المربع الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع من تنسيق تعبئة الشكل تغير هاي الألوان إلى ألوان أخرى مثلا إلى اللون الأحمر أو اللون الأخضر مثلا أو هذا اللون أصبحت عندنا هذه الفكرة الجميلة اللي هي تدل على الخبرة انه 7 من 10 أو 70% ممكن هذه الأشكال تخفف اللون حتى تبين إلى الفراغ أنه هي خالية من الخبرة ممكن أنه اللون يكون أفتح جيد ممكن نختار جانب آخر مثلا المونتاج ممكن المونتاج ممكن نحدد هاي الأشكال جميعا نضغط على المفتاح Shift ونضغط على المربعات ونضغط Control حتى نستنسخ إلى الأسفل ممكن أنت بالمونتاج خبرتك 3 من 10 أو 30% تحدد 3 فقط من هذين المربعات وبقية الأشكال تكون إلى اللون الرمادي فاتح حتى يعرف أنه أنت خبرتك 30% مثلا نجي إلى برنامج Word الطباعة أو تنضيد على برنامج تنضيد على Word أيضا نستنسخ هاي الأشكال طبعا Shift ونستنسخ الشكل الثاني والثالث والرابع وهكذا طبعا لان ننسى الضغط على المفتاح Shift و Control ونضغط مثلا نستنسخ في هالمكان مثلا أنا خبرتي بواسط برنامج Word 90% نحدد 9 أشكال طبعا أكو فكرة سهلة ممكن هذا الشكل أحدده ومن الصفحة الرئيسية أضغط Double Click على نسخ التنسيق وألصق على بقية أو أحدد بقية المربعات طبعا ينسخ لي التنسيقات ويلصق ليها على بقية الأشكال مثل ما تلاهظون أصبح عندنا أشكال جميلة ممكن فكرة أخرى على نفس الموضوع ممكن هذه الأشكال تكون دوائر يعني بمكان ما تكون مربعات ممكن تكون دوائر تبطير أونق أجمل ممكن من تنسيق ممكن نختار تحرير شكل تغيير الشكل وممكن نختار دوائر يعني بمكان ما تكون مربعات ممكن أن نختار دوائر مثل ما تلاهظون أصبحت دوائر ممكن أيضا نختار تكون عبارة عن خطوط مستقيمة أو مستطيلات مطروحة من بعض يعني شنو مستطيلات مطروحة من بعض يعني يعني عبارة عن شكل مستطيل هذا الشكل المستطيل هذا الشكل المستطيل ممكن أن نمطي تعبئة باللون الرمادي والمخطط التفصيلي بهذا اللون وممكن نفس هذا الشكل نسخ لصق ونخليه بها المكان ونمطي لون مثلا اللون هذا اللون الأخضر فاتح وحتى نبين للقارئ خبرتنا مثلا 75% نحاول أن يكون هذا الشكل 3-4 النسبة وممكن أن نكبر حجم الخط ونحاول بتضبيط المساحة ممكن أنه نزغره بعد وممكن أنه ينزل إلى الأسفل مثل ما تلاحظون ممكن أنه هذا الشكل من تنسيق ممكن حتى المخطط التفصيلي يكون بهذا اللون مثل ما تلاحظون وممكن نضيف النسبة المئوية على شكل مربع نص حتى تكون أوضح للقارئ ممكن نكتب 70% ممكن أن يكون إنجليزي 70% وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي وممكن أن نضيف النسبة في هالمكان حتى يعرف القارئ أنه أنا خبرتي بالمونتاج 70% وهكذا طبعا توجد أفكار كثيرة وجميعها بسيطة فقط تحتاج رسم الأشكال وتلوين هاي الأشكال والتنسيق فيما بينها طبعا انتهت الورشة ونتمنى أن استفاديته من هاي الورشة ولو بشكل قليل ونطبح أن نطورون معلوماتكم والمعلومات اللي طرحناها من خلال الاطلاع على التصاميم وإنشاءها مثل ما نوهنا في بداية الورشة أنه هذه الورشة راح تكون بها مشروع تخرج وعلى أساس هذا المشروع التخرج راح يكون تقييم ونمنح الشخص شهادة اجتياز بتقييم اللي حصل عليه وهذه الشهادة راح تكون مترجمة باللغة العربية واللغة الإنجليزية مشروع التخرج هو كل شخص يعمل سيرة ذاتية خاصة به بأي تصميم هو يشوفه ويفضل أن تكون من ضمن التصاميم اللي شرحناهن في المحاضرة هذه والمحاضرة السابقة ويجب أن تكون السيرة الذاتية متكاملة من الخبرات والمهارات وبرامج الحاسوب اللي يعمل عليها والشهادات والمعلومات الشخصية وصورة أن حاب يوضع الصورة ويدز هذا السيرة الذاتية على شكل صورة إلى صفحة عالم بها الاحترافي برسالة وذا يحب يمنح شهادة يرسل الاسم الثلاثي باللغة العربية وباللغة الإنجليزية ويرسل الاسم الثلاثي وإن شاء الله رح نعمل الشهادة ونبلغها في حين استلامها نحب أنه يوم 12 اثنين رح تبدأ دورة تعليم برنامج فوتوشوب واللي رح تكون أضخم دورة تعليمية لبرنامج الفوتوشوب عبر الإنترنت والدورة مجانية أيضا ورح تكون على ثلاثة مستويات مستوى أساسي ومتوسط واحترافي وأيضا رح تكون بها شهادات وتفاصيل هذه الدورة رح تنزل إن شاء الله خلال الأيام القادمة بواسطة صفحة عالم بها الاحترافي نلتقيكم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة